لجنة حكومية رفيعة المستوى ستبحث مع وفد قليم كردستان الاسبوع المقبل ملفات النفط والغاز والموازنة والمنافذ الحدودية نائب رئيس الوزراء وزير النفط يترأس الفريق الحكومي بمعية وزيرة المالية بالاضافة الى مسؤولين في ديوان الرقابة المالية والمنافذ الحدودية في محاولة لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم وكتابة مشروع الموازنة وفق البرنامج الحكومي هذا الوفد هو وفد حكومي وليس وفد سياسي والوفد الحكومي معنى هو مشكل من الحزب الديمقراطي والاتحاد والتغيير ولكن هناك خلاف مصيد بين الاتحاد والديمقراطي يجب أول انرسال الوفد السياسي الى السليماني الاتحاد ومن بعضها تشكيل هذا الوفد الحكومي الذي هو مثبت أساميهم مثبت أساميهم وبرئاسة وزير المالية أواشخ جناب واعتقد بالاسبوع القادم سيكونون الزيارة للوفد الفني الى بغداد الالتزام باتفاق الاطراف السياسية وتشريع قانون النفط والغاز ابرز المطالب الكردية خلافات متراكمة بين المركز والاقليم ضمنها رئيس الوزراء في برنامجه الحكومي ووضع توقيتات زمنية لحلها الأمر الذي يتطلب تعاون الحكومتين لإقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن وفق أعضاء في اللجنة المالية السجال الأكبر على قضية النفط ودولة رئيس الوزراء حدد مدة ست شهر لحسم هذا الملف بالتالي التضحية من قبل الحكومتين لتمرير هذه الفترة القصيرة للوصول إلى حالة تجمع كل العراقيين في إطار واحد باعتقادي هذه التضحية المطلوبة من الطرفين ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع خريطة طريق واقعية تحدد مسار العلاقة بين المركز والاقليم تلتزم جميع الأطراف ببنودها تمهيدا لصياغة تشريعات تحظى بتأييد جميع المكونات النيابية أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد